وللأسف أكثر الدولة تعاملت مع هذه الشريحة بطريقة مستفزة جدا وكأنهم يعانون أو أتوا بسبب مشكلة اجتماعية يعني هنا يجب أن نذكر بشيء مهم جدا سبب تهجير هذه الشريحة من المنطقة الشرقية إلى غرب ليبيا هو وقوف هذه الشريحة مع قرارات الدولة عندما أعطت الدولة تعليمات صريحة بالوقوف لمواجهة الانقلاب هذا الكلام منذ أن انطلق الانقلاب في شهر فبراير 2014 فلم يتعاملوا مع هذه الشريحة بأنهم لبوا نداء الوطن وواجهوا هذا الانقلاب المشؤوم